أولا وقبل كل شيء المرجو منكم أحبابي في الله الضغط على هذا الخيار الذي يشبه المربع أو المستطيل حتى تستطيعوا مشاهدة المقطع بشاشة كاملة وفرجة ممتعة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا الدرس البسيط أحببت أن أقوم بشرح لكم كيفية وطريقة إلغاء ميزة الدويتو على الفيديوهات قبل رفعها أؤكد قبل رفعها ونشرها على تطبيق كواي إذن مزيدا من التفاصيل وإلى الشرح نقوم بفتح تطبيق كواي بشكل هذا ثم نقوم بالتقطع على هذا الخيار لرفع الفيديوهات نقوم بالتقطع عليه ثم نقوم بالتقطع على هذا الخيار المكتوب عليه ألبوم الصور ثم تقوم باختيار مقطع فيديو من هاتفك تريد رفعه على تطبيق كواي فأنا على سبيل المثال سوف أقوم باختيار هذا المقطع ثم أقوم بالتقطع على تحرير عادي ثم أقوم بالتقطع على التالي وهناك سوف تظهر معناك هذه الميزة وهي ميزة الدويتو اسمح للآخرين بصنع دويتو معي كل ما عليك فعله هو إلغاء التأشير على هذه الخانة ثم تقوم بكتابة عنوان في هذا المكان لهذا الفيديو وبعد ذلك تقوم بمشاركته أو رفعه وبعد رفع الفيديو على تطبيق كواي لن يستطيع أي شخص أن يقوم بعمل دويتو على الفيديو الخاص بك إذن أرجو من الله بأني قد وفقته في هذا الشرح البسيط وألقاكم في درس آخر قادم بإذن الله جزاكم الله عني خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وإن أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بزر لايك والمتابعة وعمل قلب والسلام عليكم ورحمة الله